لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أنه محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فإن من أعظم من الله تعالى على هذه الأمة هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وأن جعلنا أتباعا له سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام وإلا فكان ممكن واحد مننا يقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يولد في أي زمان آخر ولكن قدر الله تعالى أنه اصطفى من خلقه وناس يولدون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويكونوا به مؤمنين فهذه مننا قد يغيب عن الإنسان استحضار هذا الفضل وإلا فأين كان اختيارك يوم أولدت فكل مننا هذا الأمر لم يكن له فيه يد ولم يكن له سابقة عمل وإنما هي منة من الله سبحانه وتعالى أننا أولدنا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن كل أحد من بني آدم كان يتمنى أن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بعدما علم شرفه وعلم فضله لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهذه مننا ينبغي أن تشكر وينبغي أن تذكر وينبغي أن لا تنسى أبدا ومحمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله بلا خلاف وهو يعني تميز عن النبيين بمزايا عدة كما تعلمون ما من نبيين إلا كانت له دعوة مستجابة تعجلها يعني خلاص كان لي دعوة في دعوة كده مستجابة لا ترد أبدا تعجلها ما من نبيين إلا تعجل هذه الدعوة إلا نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما من نبيين إلا كانت له دعوة تعجلها إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله تعالى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة العظيم لما يأتي الناس إلى الرسل ويطلبون منهم الشفاعة كلهم يقول نفسي نفسي حتى أتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها أنا لها فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويفتح الله تعالى عليه من المحمد ما الله به عليم ما لم تسمعه أذن وما لم يقل أحد في الدنيا أبدا هي محمد ستفتح عليه في ذلك الوقت على قدر المقام فيؤذن له عليه الصلاة والسلام بعدما يستأذن في الشفاعة يقول يا محمد ارفع رأسك وصل طعطه واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي أمتي فأول ما يأتي إلى يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يشفع في القوم أو الخلق عموما يقول أمتي أمتي فيقال له يا محمد أدخل من أمين أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن هم شركاء الناس في سائر الأبواب فسبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى يوما فأرسل الله جبريل عليه السلام قال سلمحمد ما يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى فنزل جبريل عليه السلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فكان سر بكاء النبي عليه الصلاة والسلام الله وأخبره وأعلم سبحانه وتعالى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فقالوا الله أكبر ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقالوا الله أكبر قال إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة فقالوا الله أكبر وفي حديث آخر بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله متنع لهذه الأمة بأكثر مما أراد محمد عليه الصلاة والسلام فكان أقصر جاءه عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة ليس كذلك فجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة مئة وعشرون صفا أهل الجنة مئة وعشرون صفا أمتي ثمانون صفا يعني تلتين يعني كان أقصر جاو أن نكون نصف الأمة ولكن إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام صارت هذه الأمة ثلثي الجنة تخير الأمة واحدة فقط آخر الأمم أول الأمم دخولا إلى الجنة وهي أكثر أهل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فها لها من مفخرة وها لها من أسباب المبهى كم يحتاج الإنسان أن ينفق من وقته وعمره ودعوته في سبيل تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي سبيل هذا الدين الذي بدل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلمون من بدل وتعب في سبيل نشره كم يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم من سنة عليه الصلاة والسلام وأن يصبر على ذلك وأن يتحمل في سبيل ذلك يعني السخرية أحيانا الاستهزاء أحيانا بعض الأضرار المادية بعض الأضرار الاجتماعية كل هذا يكون في سبيل شرف متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هو يستحق من ذلك عليه الصلاة والسلام والجنة يستحق ذلك فلذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقام العظيم الكبير عند الله سبحانه وتعالى كانت له العناية البالغة من الله سبحانه وتعالى من الطبيعي أن يكون الصحابة لهم العناية الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو معلمهم وهو شيخهم وقد تعلمون ما فعل طلحة في يوم واحد تقطعت أصابعه في سبيل الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمون ما فعل أبو طلحة الأنصاري لما كان يذب السهام بظهره عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمون ما عم يفعلته حتى أم عمارة وغيرهم من الصحابة والصحابيات وتعلمون ما قال حسان بن ثابت في الذب عنه عليه الصلاة والسلام فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء وكان يقول فتهجوا محمدا ولست له بكفر فشركم لخيركم الفداء في أشعار طويلة كان يقول حسان في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس هذا والشأن فإن من الطبيعي أن يكون الصحابة على هذه الحالة فهذا شيخهم ومعلمهم ووسيدهم وكل فضل نالهم إنما هو ببعثته وبكلامه وبتعليمه إياهم عليه الصلاة والسلام فإذا لا شك أن مواقف الصحابة في الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام مبهرة بلا شك لكن قد يقول القائل يعني لا يجب أن يعمله كثير يعني ما هو المتوقع يعني من جيل حصلت له هذه المنة الرهيبة وإن كان طبعا عند التفصيل لا بزل فوق الطبيعي بكثير لكن إذا أردت أن تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام فقد تعرفه من هذه الوجهة من حال أصحابه معه عليه الصلاة والسلام لكن أبلغ من ذلك وأشد من ذلك وأعجب من ذلك هو أن ترى كيف اعتنى الله تعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف دافع عنه بنفسه سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا المقام أرفع وهذا المقام أعجب لأنه محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان خير خلق الله بلا شك لكن الله غني عنه سبحانه وتعالى صح؟ فأين محمد عليه الصلاة والسلام من الله؟ لا يوجد أي مقارنة وهو محمد عليه الصلاة والسلام كل ما فيه من خير إنما هو أيضا من الله سبحانه وتعالى فليس كذلك فليس الشأن أن يدافع عنه الصحابة لكن الشأن كل الشأن أن يدافع عنه الله سبحانه وتعالى في عليائه هو الغني عنه سبحانه وتعالى والغني حتى عن تعبه وبذله وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر أن ينصر هذا الدين بلا أحد سبحانه وتعالى فإذا وقفت على ما فعله الله مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنك تقف موقف المنبهر بهذه الشخصية وبهذا الشخص وتجد في نفسك رغبة شديدة في متابعته وفي الحرص على تعلم سنته وفي الحرص على اقتفاء آثري وفي الحرص على حبز سيرته فهذا فعلا ينبغي أن تنفق الأعمار في التعرف عليه وفي تتبع خطاء عليه الصلاة والسلام فإنك سترى اليوم عجبا في فعل الله تعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه فعل معه ما لم يفعله مع أحد من العالمين فقد نصره بكل ما تتخيله من أسباب النصرة نصره بالأنصار ونصره بالريح نصره بالملائكة بل نصره بالرعب وكان ينصر بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام أقسمي حياتي ولم يفعل ذلك مع أحد من العالمين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أليس كذلك ختم به الرسالة أنزل عليه أفضل كتبه وأشرف رسله وكذا فعند التأمل والتتبع ستجد أن الله سبحانه وتعالى فعل معه ما لم يفعله مع أحد من العالمين ولكن لن نقف على هذه التفاصيل كلها لكن سنقف على محور واحد من محاور العناية الربانية بالنبي عليه الصلاة والسلام ومحور الدفاع فقط الدفاع كيف تولى اللهم سبحانه وتعالى الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في يعني إذا تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول لإزاء إنما لإحتمال إزاء فإن الله يتكلم في علاء تعلمون ما معنى أن الله يتكلم هذا أمر جلل في السماء يعني ينبغي قبل حتى أن نقدم على ماذا قال الله في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم أن كون الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في السماء هذا حدث جلل عند الملائكة حتى أن الملائكة ترتعد عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى ومن خوفهم من الله سبحانه وتعالى يعني يسألون بعضهم بعدما تكلم الله ماذا قال ربكم قالوا الحق والي العلي الكبير فهذا موقف مهيب الله يتكلم فكلام الله سبحانه وتعالى الملائكة تعد له العدة وتقف له موقفا مهيبا جليلا في السماء فإذن الله لا يتكلم إلا في أمر جلل عظيم ولأنه إذا تكلم فإنه أمر نافذ وقضاء واقع وضح فماذا قال الله من أجل محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يحتاج إلى التتبع في صور القرآن لأن الأمر مبثوث في خلال السور لذلك سنأخذ قطوف من هذه المواطن ابتداء من سورة البقرة إلى أن نصل إلى إلى ما يتيسر في هذه المحاضرة على حسب الوقت فإنك تجد مثلا في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَامِنُ كَمَا آمَنَ الْنَاسِ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ قال الله أَلَإِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ الحقيقة أين هنا مظهر تكريم النبي عليه الصلاة والسلام مظهر تكريم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى دافع عن أصحابه وهذا مستوى آخر لأن الله سبحانه وتعالى ما دافع عن أصحاب النبي بنفسه أبدا وإنما كان يترك ذلك للنبي أن يتولى هذا الأمر فإننا نرى في نوح وهو من أولي العز من الرسل وهو من هو قيل له نفس الكلام قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادين نباديا رأي قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون هو الآل قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين ولكن لما قيل عن الصحابة سفهاء قال الله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وهذا الأمر ليس لقدر الصحابة بقدر ما هو لقدر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إكرام له عليه الصلاة والسلام تجد في سورة البقر أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم هذه الآية نزلت تعلمون للصحابة لما كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يهتم بهم شوي يعني يقولون راعنا ما معنى راعنا اجعل رعاتك لنا يعني خليك معايا يعني ديني وقتك يعني اهتم بي فكان يعني يحاولوا يخذوا منه وقته واهتمام يعني فيقولوا يا محمد راعنا راعنا يا نبي الله راعنا فكان اليهود عليهم لعنة الله يستغلون هذه الكلمة ويلون بها ألسنتهم ويجعلونه راعنا من الرعون وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين فكانوا يلون ألسنتهم بالكلمة حتى تظهر كأنها مسبة ويقولون يا محمد محمد راعنا فيعني ينسبونه إلى الرعون والطيش وكانت هذه ممكن تخفى على المستمع لأنها كلمة كده يزود كده حتة كده وصغيرة وخلاص ولكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى وقد يكون الناس لم يسمعوها ولم ينتبهوا لها وإنما اليهود فقط في أنفسهم يتلززون لأنهم يسبون ولا يشعر أحد لكن الله سبحانه وتعالى قبل إلا أن يعصم الجناب النبي عليه السلام من ذلك فأنزل الله هذه الآية العجيبة مخاطب بها المؤمنين لم يخاطب اليهود وإنما خاطب المؤمنين وقال لا تقول رعين طب أنا مالي أنا بقولها كويس وأنا بقوله عونة لا أي مدخل قد يتعرض به جناب النبي عليه السلام للأزاء فإنني أغلقه بالكامل حتى على من لم يدخل منه يغلق على الجميع طالما هذه الكلمة استغلت وكانت سلم إلى إزاء النبي عليه السلام فإنني لن أسمح بذلك أبدا لا تقول راعنا وصار لا يصح لمؤمن صحابي أن يقول هذه الكلمة وإنما يلزمه أن يقول أنظرنا لأنها لا مدخل منها إلى سب النبي عليه السلام واسمعوا ثم يقال وللكافرين عذاب أليم هؤلاء الذين استغلوا هذه الكلمة كما جاء في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن ووضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا تشر أنك حملة شنة على اليهود بسبب كلمة واحدة قيلت في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتلحظ أن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون هذا أول نداء يقابلك في المصحف أول نداء في المصحف في يا أيها الذين أمنوا هو هذا الموطن وكأن ملمح أن المدخل لأهل الإيمان لكل شيء هو ابتداء من توقير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فقد أهل الإيمان توقير النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لن يحتملوا شيء من أمر الشريعة بعد ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلة فالمدخل هو توقير النبي عليه الصلاة والسلام معرفة قدره فإذا علمنا قدره وحق المعرفة وحق العلم فإننا سنكون أحرص ما نكون على ترك المعصية وفعل الطاعة وبذل الأوقات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا في سورة البقرة دعونا أن ننتقل إلى سورة آل عمران ففيها ما فيها ولكننا نأخذ قطوفا منها أن كما ورد في سبب النزول أن شملة حتة أماشة كده يعني فقدت من الغنائم ونيمة في غزوة ما وكان في شملة كده زي أماشة كده كده كبيرة فقدت في إحدى الغزوات فقال رجل من المنافقين لعل النبي غلها لعل النبي أي غلها يعني خدها محدش حاسس فنزلت الآيات الشديدة الشديدة قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ما كان لنبي أن يغل لم يقل ما كان لمحمد أن يغل فإنه أبلغ في نفي الغلول عنه أن ينفى ذلك عن جميع الأنبياء فإذا نفي عن جميع الأنبياء على تفوتهم فإنه من باب أولى منفعا علىهم ما كان لنبي ما فيش أصلا نبي يعمل كده فضلا عن محمد عليه الصلاة والسلام فهذا أبلغ في الدفاع عنه كان يوك يقول ما كان لنبيكم أن يغل ولكن بيّن أن جميع الأنبياء من أدناهم إلى أعلاهم وليس فيهم دني إنما جميعا هم منزهون عن ذلك فما بالكم بأعلاهم وأشرفهم لا يكون منه ذلك أبدا ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون ثم شنت الحمل عليهم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء هذا المنافق الذي قال هذه الكلمة كمن باء بسخة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين فنظر إلى هذا السياق الماتع أنت مدين لك الآدي لقد منى الله على المؤمنين تأخذها كده لرحدها ما شوفها جات فين وجات إمتى وجات ليه وجات بعد إيه بيفرق معك كتير دي جات بعد اتهام للنبي عليه السلام بالغلول ربنا قلب عليه متطولة فبدل ما كان متهم بالغلول صار منا أصلا إنت إزاي تتكلم كده إنت إزاي تقول عليه كده إنت إزاي تتجرأ وتفتح بؤك أصلا ده منا ده أنت مفروض تشكر ربنا أن أنت أصلا موجود هنا أصلا فيه بعد النبي عليه الصلاة والسلام تمام فهذا في سورة آل عمران وفي سورة النساء الموطن الذي ذكرناه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن معضيه وأيضا هناك موطن في آخر الصورة لما جاء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد من يشهد لك يا محمد من يشهد لك فأنزل الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وفي سورة المائدة الأمر أعظم فإنه تنزل الآيات الآن فيما هو أدق من ذلك الله تعالى يقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسيرعون في الكفر لا يحزنك الذين يسيرعون في الكفر انت زعل لي عليهم ما تزعلش عليهم وما يستهلوش ما يستهلوش أن أنت تزعل أنت تزعل على دول دول أقلم من كده بكتير أنا بقول لك ما تزعلش عليهم ما يستهلوش لا يحزنك الذين يسيرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بإفهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة بعض ووضعهم ده العادي بتاعهم يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا انظر إلى الحملة أولئك الذين لم يرد الله أن يطاهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أبكلون للسحت كل ده علشان كانوا سبب في حزن النبي عليه الصلاة والسلام إعراضهم تكذيبهم يعني صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى فكانت هذه الحملة الشديدة من الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعصمك من الناس لما نزلت هذه الآية خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وأمر جميع الحراس أن يعودوا كان الصحابة يتناوبون الحراس عليه عليه الصلاة والسلام وكان يأتيه سعد بن أبي وقاص وكان يأتي عليه بن أبي طالب وكان يأتيه الصحابة يتناوبون لأنه في المدينة مهدد دائما مهدد من اليهود مهدد من المنافقين مهدد من المشركين أن يرسلوا أي أحد في أي وقت يدخل المدينة ويقتله إذن هو مهدد من جميع مهدد من قبائل العرب مهدد من أهل البادية إذن الجميع يعني يهددونه بالقتل في نفسه وهو أحوج ما يكون إلى حراسة الآن خاصة في المدينة وليس بين أهله الآن وإنما هو في المدينة مهما كان ولكن رغم ذلك ينزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا اذهبوا وارجعوا فقد عصماني الله تعالى ومن يومها وليس للنبي عليه الصلاة والسلام حارس مهما كان في أي مكان لا يجعل له حارس أبدا ولا يرضى بذلك فكان ثبت عنه أنه في غزب غزب نام تحت شجرة وحده عليه الصلاة والسلام نام تحت شجرة علق سيفه على الشجرة ونام تحت الشجرة بلا حارس ولا أحد يحرصه من بعد ما نزلت هذه الآية حتى جاء عرابي وأخذ السيف الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام جلب صوت السيف قام فرفع العرابي سيفه على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي الله فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف ورفعه الأعرابي وقال أنت الآن من يمنعك مني فنظر إلى هذه الثقة العجيبة في هذه الآية المباركة والله يعصنكم من الناس أول منازل الآية دي من يعصنكم مني هو عارف أنا واخي واخد وعد مش هينفع مش تعرف تيجي معي جنبي الله سقط السيف من يد الأعرابي فهذا فيه عناية عجيبة من الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أن هناك أنبياء قتلوا يحيى وزكريا وغير ذلك ولكن الله قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعصم من ذلك عليه الصلاة والسلام هذا في سورة الميدة والأمر في أمر الميدة يعني يطول لكن دعونا نقفز إلى سورة الأنعام فهناك تجد هذه الدقة والعناية الدقيقة بجناب النبي عليه الصلاة والسلام في قول تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون نحن نعلم في عليائنا أنك تحزن الآن وهذا أمر في صدر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقول عليه الصلاة والسلام ولكنهم سبحانه وتعالى علموا السر وأخفى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون ثم يسليهن الله سبحانه وتعالى يقول انتظر حزين لي عشان هم يكذبوك مين اللي يكذبوك هم يكذبوك شاصل لكن هؤلاء ظالمون هؤلاء جاحدون هؤلاء غير منصفون قال غير منصفين قال ولكنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فانظر إلى هذا الأمر عندما يحزن بس الناب عليه السلام يحزن يتكلم الله في عليائك يقول لنا نعلم أنا أعلم لأنك حزين وقول لك السبب وقول لك العلاج وما الموضوع ما يستهلش ولازم تطلع من الحزن دوت مش هينفع كده انت بتحس ان فيه علاقة عجيبة لعلك باخع ونفسك على أثرين ايه لم يقومينوا بهذا الحديث أسفل انت حتماوت نفسك عشان الناس دي لا 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 الموضوع ما يستهلش كل دوت انت أهم من كده الناس دي ماستهلش انك تعمل عشانهم كده انت دولا مش مهم المهم انت انت متخل الجو عامل ازاي تنزل قاية تقول لهم أنا أعلم منك حزين لما تحزنش لما ينفعش ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك كن من السجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليخين فما أدق هذه العناية الربانية بالنبي عليه الصلاة والسلام وانظر إلى في سورة الانعام أيضا قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام لقد سألنا عنك اليهود فلم يعرفوك لقد سألنا عنك اليهود فلم يعرفوك إيتي بمن يشهد لك فنزل قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة مين أكبر شهيد تعرفوه شلط أعزين شهيد أي شيء أكبر شهادة قل الله شكدا شهيد بيني وبينك سيشهد لي بالمعجزات سيشهد لي بنصرتي سيشهد لي بتأييدي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه لي الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولكنه ما زال ينصرني وما زال يعافيني وما زال يسلمني ولم يفضحني إذن لا يمكن أن أكون كذابة لأن الله قدر أن ما من أحد يدعي النبوة إلا فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة لازم وأنتم رأيتم القصص لا تنتهي في ذلك وما زال أنه عليه الصلاة منصورا كريما معززا حتى لقي الله سبحانه وتعالى فهذه شهدته له فضلا عن المعجزات فضلا عن تأييده فضلا عن أصحابي فضلا عن فضلا أي شيء أكبر شهده أي أكبر حاجة تشهد قول الله شهيد بيني وبينكم سبحان الله فهذه يعناي عجيبة في سورة الأنعام فإذا انتقلنا إلى سورة الأنفال فما أدركنا سورة الأنفال قال الله تعالى عن هؤلاء المشركين وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون انظر إلى هذا الاجتماع الرهيب على النبي عليه الصلاة والسلام عايزين يقتلوك أو يكرشوك أو يطردوك أو كل خليهم يقولوا لهم عايزينه كل اللي عايزين يقولوه خطت انت وعيش وابتاعهم كروهات أخرك ويمكرون ويمكروا الله والله خير ليه والله خير الماكرين فأخرجه الله سبحانه وتعالى من بين أظهرهم سبحانه وتعالى فهذا يعني من عجيب فعل الله تعالى في سورة الأنفال أما سورة التوبة فحدث ولا حرج سورة التوبة سورة جليلة عظيمة فيها كرامات للنبي عليه الصلاة والسلام ومنها كما تعلمون قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصاره الله سبق ذلك عتاب لمين لأكابر الناس وللصحابة الكرام أن منهم من تأخر قليلا في التجهز لغزوة تبوك فنزلت الآية الشديدة كيف تتأخرون عنه عليه الصلاة والسلام كيف ترونه يتجهز ولا تسبقونه كيف ترونه أعدى العدة وأنتم ما زلتم تفكرون كيف تفعلون ذلك هذا لا يليق بكم ولو أنكم فعلتم ذلك وما تبتم لأنزل الله عليكم عذابا أليما يا أيها الذين أمنوا ما لكم فيه إزاي يحصل كده إزاي تشوفوه بيتحرك وأنت واقف إزاي بتشوفوه استعد وأنت لسه مجهزتش إزاي شايفو بيطلع من المدينة وأنت لسه بتفكر إزاي يحصل منك كده قولها لنفسك كتير إزاي بتشوفو في حالته دي وأنت بعيد عن سنته إزاي تعرف هديو وما بتلتزمش بيه إزاي تعرف فزلو وتعبو في الدعوة وأنت متقاعس ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض ملكم أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم ده كلام تقال لي مين تقال للصحابة يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه أنشحتك أصلا أصلا فقد نصروه الله تنسينا مين اللي جابوا أصلا ومين اللي طلعوا مين اللي أخرجوا من هذا الأزمة الكبيرة اللي اتقالت في الأنفال فقد نصروه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هم في الغار إذ يقول لصحابي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأياده بجنود اللي لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان الله وفي سورة التوبة أيضا قول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي شو بقى الفضائح ربنا علم مقالات المنافقين في النبي عليه الصلاة وصار دها في سورة التوبة حتى سمية الفاضح ومنهم الذين يؤذون النبي ولا قولون هو أذن يعني يؤذن يعني يعني يعرف نضحك عليها رح قول له أي حاجة هيصدأك زي ما يقول كده خفيف كده ممكن تضحك عليه في كلمتين أنت تفكرين يضحك عليه ولا يضحك عليه ولا حاجة ده هو بس قدامك بيعمل كده أنت أصلا فيش فايدة منك هو اللي عطل فيك كثيرك وشغل لك ماشي ماشي يمشي يستغفر لك إنه هو صدأك ده هو بيعمل كده عشانت فيش فينك فايدة أصلا وهو يعلم منك كدهب وإنك أنت منافق وانا إيه اللي اسمك يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم هذه قائد عام والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أنا أسأل الله صلى الله تعالى أن تقل من كل من آذى النبي عليه الصلاة والسلام وأن ترون الآن هذا الرئيس قد أصابه ما أصابه نسأل نجعله الحظ الوافر الأعظم من هذا العذاب الأليم آمين يا رب والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ما من أحد آذى النبي عليه الصلاة والسلام في عهده إلا مات شر ميتة منهم من مات في قليب بد ومنهم من مات بأمراض شديدة ومنهم من صلت الله عليه الأسود ومنهم 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 هذه قصة لا تنتهي إن كفينك للمستهزئين سبحان الله فما من أحد استنزل بن نبي عليه الصلاة والسلام إلا وأنت يعني خلاص تعرف أنه قد انتهى أمره انتهى أمره واستعجل هلاكهم سبحان الله يعني فهذا في سورة التوبة ختمت بهذه الآية الفزة العظيمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم سبحان الله وفي سورة يعني إذا انتقلنا حتى يعني الوقت إذا انتقلنا لسورة الحجر سورة الحجر فيها الآية التي ذكرتها لكم إن كفينك للمستهزئين لكن هذه الآية دائماً في فرق أن أنت تقول الآية كده روح داًا وأن أنت تقولها في إيه؟ في السياق بتاعها أين جاءت هذه الآية؟ ما الآية التي سبقتها؟ ما الآية التي أتت بعدها؟ هي وحدها لها وقو عظيم على النفس فما ظنك لو عرفت يعني في أي سياق جاءت جاءت في سياق عظيم كله إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام وديكت في النص كده والسياق كله إكرام غير عادي للنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إن الساعة لأتي فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم حاجة محدش خدهب لكده هذه الفتحة المباركة وهذا القرآن العظيم لم يؤته أحد من قبلك هذا يدل على قدرك عندي لا يضرك هؤلاء ولا يؤذونك أبداً قال ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعن بي أزواجاً منه ولا تحزن عليهم وقفت جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النزير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك للمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك الإقيم سبحان الله ما أعظم هذه العناية الربانية بالنبي عليه الصلاة والسلام فإذا انتقلنا إلى سورة الكهف تجد لعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أن الأمر لا يستحق وهم لا يستحقون ذلك في سورة النور وما إدراك ما سورة النور سورة النور تعرض فيها عرض النبي عليه الصلاة والسلام للأزى فنزلت عشر آيات عشر آيات تدافع عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام وليس الشأن شأن عائشة وإن كان الظاهر أدفع عن عائشة وإلا فعائشة تعلم أنها أقل من أن ينزل فيها قرآن وهي التي قالت ذلك وما كنت أظن أن ينزل فيها قرآنا ولشأني في نفسي أحقر من ذلك والحقيقة لو كانت عائشة امرأة عادية ما نزل فيها قرآن ولو كانت زوجة صحابي مثلا ما استحق الأمر أن ينزل فيها قرآن كان يكفي أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما نزل القرآن من أجل عائشة وهي من هي ولكن نزل من أجل محمد عليه الصلاة والسلام لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فأنت ترى من هو أفضل من عائشة لم ينزل فيه لم يتكلم له في حقه وترك الدفاع عنه لغيره سبحانه وتعالى فهذا يوسف أفضل من عائشة بلا شك وقد شهد له الشاهد قال إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى خميصها القد من دبر قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم فبراءة يوسف كانت على لسان الشاهد وهذه مريم عليه الصلاة والسلام بلا شك أفضل من عائشة ووكل الله الدفاع عنها إلى ابنها قال إني عبد الله آتاني الكتاب جعلني نبيا وهكذا فدافع عيسى عن أمه ورغم ذلك دافع الله عن عائشة فعند التأمل هذا الدفاع إنما هو في الحقيقة إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مريم منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لو لا يسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولاك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحماته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقوناه بألسنتكم جليلة عظيمة في سورة النوم وأما في سورة الأحزاب فهذه السورة كلها حفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صريحة النبي وهي الآدين الخلت للصحابة يموتوا على الناجل من العيس والسلام هذه مشكلة هموت أنا هو ما يحصلوش حاجة ويأتي الرجل يقول تود لأنك في بيتك معافا ومحمد مكانك قال والله ما أود أني في بيت معافا ومحمد يشاك بشوكة فأنشد الشاعر يقول أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه أتود لو أنك آمنا ولك النبي فدا من الإثلاف قال كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف عليه الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزوجه أماتهم وجاء بعدها العناية به صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى بأن سخر الرياح من نصرة يوم الأحزاب يا أيها الذين ما نذكروا ونعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم بيحا وجنودا لم تروها وكل هذا لمن وإنما هو نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله في سورة الأحزاب أيضا كان هذه العناية الدقيقة بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة ليس الإزاء من منافق وليس الإزاء من يهودي وليس الإزاء من مشرك وإنما الإزاء جاء من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبدون قصد الآن سيجتمع عندنا قضية النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الإزاء بدون قصد والذي فعل ذلك هو من أفضل الناس ناس من أفضل الناس مجموعة هذا الأمر ممكن تقول لي ممكن يعدي يعني واحد يريد منك حبيبك وأذاك أهوه بس مش أصده في الموضوع بسيط ماذا مش بسيط حتى لو كده حتى لو مش أصدك حتى لو كنت مين مش هيعدي أبدا ولا يمكن يعدي أبدا وربونا يتكلم فيه عليئي إلا حصل فس الصحابة رضي الله عنهم كانت أحيانا يعزمهم مع الغداء يقول الله تعالى ليه بعد العصر نتغدى مع بعض فييجي من حبه للناب عليه الصلاة والسلام يروح بدري شوية يروح بدري ساعة ولا حاجر لك إيه نقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام إيه نتوانس به يأكل بعد ما يأكل يقول لك نقعد شوية كل ما يعمل كده لو عندك شيخ بتاع عزمه على الغداء عدت يعني عدت زهقه في عيشته مش كده مش هتسيبه أبدا والله لم تقعن والله لم توقع والله انت شارب وحلوه وصخنه وساعة لغاية ما خلاص عايز يقول لك يعني مش كده يعني مش هجيلك تاني تفهم إزاي فعملك لو كنت معزوم عند النبي في البيت عليه الصلاة والسلام يعني كلنا كنا هنعمل كده يعني يا ده قال له واجب نروح بدري وحبات ده ده العادي مش ممكن فرصة مش هتعوض وانا هتعزم كم مرة عنده هي ممكن كل صاحب يجي له مرة في العمر فيخش عايز يطول شوية والنبي عليه الصلاة والسلام من أدبه مش قادر يقول له حاجة والبيت معلش على الأد وأنا برضو عندي ظروف والأهل ويعني خلاص بقى يعني كفاية كده يعني بس من أدب عليه الصلاة والسلام ما بيتكلمش يسيبه ويعود على راحتهم هو تقاذى خلاص حصل بقى إيه يعني تتقلت بقى كده كفاية يعني بس بيقولش بقى مستحمل مستحمل لغاية ما يمشوا هو بيشتكيش ولا اشتكر ربنا ولا أي حاجة خلاص والموضوع عدى ولو قابل الصحابي مش هيقول له حاجة هو خلاص عدى يعني أنا تقذيته ومسامحه وخلاص لا خلاص ده عندك كان عند ربنا مفيش كده تنزل آه كبيرة قوي في موضوع ده بقصة كبيرة وربنا يقول لهم تعملوا ايه وتيجي امتى وتمشي امتى وتتصرف ازاي وتعمل ايه وأنا بقول لك كده ليه يا أيها الذين امانوا لا تدخلوا ويوتى النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ايناه ده تحديد بقى انت بتقول لي يجي الساعة كان ده لما يقول لك تعالى ما ينفعش أصلا تذهب لواحدك بابتداءا كده تنفعش روح مع نفسك كده ده لازم أصلا تكون مدعو لازم ده هو اللي يقول لك تيجي ما قالكش تيجي متجيش ولما يقول لك تيجي تيجي في الساعة اللي قالك تعالى فيها يقول لك تعالى تكونوا معايا بقصده تيجي على الأكل مش تيجي قابليه غير ناظرين ايه انها انتبخي يعني تجيش بدري شوية ولكن اذا دعيتم فدخلوا ماشي واذا طعيمتم توكل على الله تروح تطولش كالة تمشي تخير الوعد بيقول لك ايه تيجي الساعة كام تمشي الساعة كام تمشي الساعة كام تاكل تمشي ايه ده آيات احنا نراها في الصلاة رأها في الصلاة بناخد عليها سواب تيجي الساعة كام تمشي الساعة كام معايا اللادي مش هيعمل بيها يعني كم موقف ممكن يعدي وخلاص لا دي آية آية طب اللادي ده هدف هدف عندك تعرف قدر النبي عليه السلام آية في المصحف تتقارى وبنقرى في المحاريب وبتحكي موقف يعني ممكن يكون موقف حصل في يوم مرة كم ممكن لا آية ولكن إذا دعيتم فدخل إذا طعيمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ليه بقى كل ده إن ذلكم كان يؤذي النبي بس فيستحي منكم تم نعديها لا ما عندهم سامح لا والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق لذلك السورة الفزة الجميلة دي هي التي ختمت بالمقام الأتم الأكمل للنبي عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه السلام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُهِ فهذا أمر بدأ الله فيه بنفسه جل في علاء إن الله بدأ بنفسه وملائكته يصلون على النبي عليه وكأنه يقول نحن في الملأ الأعلى نفعل ذلك فما بالكم لا تفعلون ذلك أما تريدون الشرف أما تريدون الكرامة أما تريدون أنفسكم الخير الملائكة تفعل ذلك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا نَالُوا هذا الشرف وصلوا على محمد عليه السلام لكي يجتمع له الصلاة في الملأ الأعلى والملأ الأدنى عليه السلام فما من لحظة تمر وما من ثانية تمر إلا ويجتمع له الثاناء عليه السلام في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك هذا لا يحصل لأي نبي أخبرك فيش نبي يحصل معاك فيش نبي يذكر في كل ثانية في الكون كله المنظور وغير المنظور وفي كل الخلق من أعلى الخلق إلى أدنى الخلق يذكر محمد عليه السلام في كل لحظة يكفي النداء يكفي الأذان الأذان محمد أشهده على الله إن شاء الله محمد رسول الله هل تخلص في محافظة تبدأ في محافظة تخلص في محافظة تبدأ في محافظة تخلص في دولة تبدأ في دولة وكل دولة محافظات محافظات يظل الأذان يتردد في الكرة الأرضية يقال أشهده أن محمد رسول الله لا تنقطع هذه الكلمة عن كل الأرض في 24 ساعة سبحان الله فضلا عن الصلاع عليه 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 السلام فضلا عن دروس العلم فضلا عن مجال الذكر فضلا عن الملأ الأعلى ورفعنا لك ذكرك هذه صورة الحزر فإذا انتقلنا إلى سورة الحجرات فاستجد أمرا مبهرا هذا الأمر ليس في صحابي عادي هذه المرة وليس في رجل جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة إنما الأمر في سورة الحجرات أدق وأدق فهذه المرة الكلام سيكون لأبي بكن الصديق والعمر بن الخطاب وبرضو نرجع نقول إن هم عملوا حاجة مش أصدهم ومش متعمدين وحاجة يمكن أقل من موضوع الأكل ده ما انت أكد وضعي ساعتين تلاتة كتير ده مجرد بس بيتكلموا مع بعض كده تتكلموا مع بعض عادي وطول عمام بيتكلموا مع بعض وبيختلفوا وباكروا عمام بس النبي واقف عليه الصلاة والسلام هم مش بيكلموا هو هم بيتكلموا مع بعض وبعد كده اختلفوا شوية في صوتهم عيلي بس عيلي بس شوية عيلي شوية فكان مستوى صوتهم أعلى من مستوى صوت النبي عليه الصلاة والسلام بس هم مش بيكلموا هو يعني مش بيكلموا صوت عليه هم بيقدروش وبيعمله هاش هم بتحصلش منهم ده هو مش واخد باله اختلفنا فصوتنا عيلي بس شوية والنبي واقف بس عشان واقف بس مجرد انه واقف ده مشكلة كبيرة ازاي وازاي ازاي حصل منك كده طب باكر وعمر ده جبال حسنات والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل إليه الخبث اه بس مش دي دي تفسد اي شيء مهما كان الماء فهذا خبث يفسد اي ماء هو ايزاء النبي عليه السلام فنزلت ايات تهدد ابا بكر وعمر بحبوط عمله وما ادراك ما عمل ابي بكر ايمان ابا بكر في كفة والامة كلها في كفة كل ده ممكن ممكن يروح في اللحظة دي ذلك النبي مليكة روي الحديث يقول كاد الخيراني ان يهلك احسن اتنين فينا كما يضيعوا مننا ليه قال رفع اصوتهم في حضرة النبي عليه السلام فنزل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصوتهم عند رسول الله هولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجبا عظيم فكان بعد ذلك عمر رضي الله عنه اذا كلم النبي عليه السلام لا يفهم وكان يستفهم منه عليه السلام يقول له يعني ماذا تقول ماذا تقول من كتر ما هو ممط صوتهم خوف خلاص من حاكم من كتر الرعب كان عليه السلام بعد ذلك يستفهم من عمر ما يقول شوف عمر اصلا انت متخاب انت دايما تخاب كذلك ان عمر تصوت ايه حاجة مخيفة طبعا الصوت عالي اكيد موضح الشخصية والقوة والحزم اكيد صوته العادي بتاعه عادي فلما ده واحد زي ده النبي عليه السلام يقرب منه عشان يفهم بيقول لا ده وصل لمرحلة يعني خيف عن نفسه فعلا خيفي زي النبي عليه السلام بس سبحان الله فهذا أدب عجيب في سورة الحجرات في سورة المنافقون مثلا الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء السفلة الذين قالوا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل قال الله تعالى دفاعنا عنه عليه الصلاة والسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لا يفقهون فالأي التي قبلها دافع الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا سيبهم كده يجوعوا عنده وخليه نفعهم هيرجعوا لنا لما يلوش يكلوا قال تعالى ولله خزائم السماوة والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون وأغنى الله الصحابة رضي الله عنهم من فضله وكفاهم سبحانه وتعالى وأزل هؤلاء المشركين وانتقم منهم أيام انتقام سبحانه الله سورة المنافقون في سورة التكوير التهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون قال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآهم بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قاله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتربع ألم يجدك يتيما فأوى الآيات وفي سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر أصلي لربك وانحر إن شانعك هو الأبطر الذي يبغضك يا محمد والذي يذيك هو الذي سيهلك وسيموت ذكره ولن يبقى له إلا اللعنات وأنت الذي ستبقى وإن كنت لا ولد لك ولم يحمل أحد اسمك ولكن لن تمر لحظة على الأرض إلا ويذكر فيها اسمك لغم أنه ليس لك ولد والذي جمع المال والدنين فإنه لن يبقى له إلا اللعنات فهذا الوليد المغيرة أمده الله بأموال وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع وأنا زيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة فرق بين هذا عنده أولاد كتير وما بقي له إلا اللعنات وهذا محمد عليه الصلاة ما يعني يتمر لحظة إلا وذكر فيها بالخيرات والصلاوات عليه أفضل الصلاة وأتم والتسليم تعمدت أن أؤخر لكم آخر سورة ستتكلم عنها اليوم هي سورة التحريم فسورة التحريم الأمر فيها دقيق مثل سورة الحجرات لأن هذه المرة الكلامة عن عائشة وحفصة ليس عن عباكر الصديق وعمر وإنما زوجات نفسها يعني اللي هي أصلا دفع عنها بل كده في سورة النور الآن سينالها التهديد سبحان الله فيش كبير الموضوع دا ملوش كبير يعني هي نفس المرأة التي نزلت من أجلها قرآن أن يطلع عشان تعرف هو نزل من أجل النبي عليه السلام يعني أنا ما دفعت عن عائشة دفعت عن النبي عليه السلام تدعي القرآن دا نزل ليه هو لأنك عرضه فلو أنت بقى حاولت تجده ولو شغل ستات بس سورة كاملة نصف سورة في الموضوع دا تخيل عائشة وحفصة عامل بس شوية غيرة كده غيره النبي عليه السلام في رؤيات يعني أنه النبي عليه السلام يعني جامع أحد الإماء أو قيل أنه يعني موضوع كان شرب أكل عسل كده عن واحدة من زوجاته وكان بيحبه عجبه فتاع عملوا عليه مكيدة ريح درحتك مش عارف أنت كلت إيه بره فتاع إيه دا العسل دا مش حلو وموضوع مارية دا والضغط عليه في لغاية ما إيه حرم على نفسه دي الموضوع دا إما حرم الإيه الجارية دي أو حرم الإيه أو حرم على نفسه العسل على اختلاف الرؤيات خلاص ومرة خلص سواء كان إيه كان عليه السلام يحب أن يرضي زوجاتهم عليه السلام كان ممكن يعني يعني عادي زعلوا يعمل لكم إيه حقي صحح بس سواء كان يحب أن يرضيهم عليه السلام وكان ابن توضي عليه السلام ما يعني ما يعني يستغل منصبه النبوي بلهم أنتو المفروض أنت تتكلموا عليه ازاي كده كان متوضع عليه السلام إنما أنا ابن مرأة كانت تأكل قديد بمكة عليه السلام فكان يتوضع حتى للزوجات يعني ممكن بعد زوجتك ما تتوضعش لها مرأة يعني تأخذ على دماغه وخلاص فأنا ليه سلطان عليها وأنا 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 لكن لا رغم أنه ممكن يكون الزوجة دي في سهولة أنا ممكن مثلا أتوضع لحد يمه درس بتاعي حد غريب عن لكن الزوجة أنك تتوضع للزوجة لأن مفروض مع الزوجة ما فيش بتوضع عليها ليه يد عليها وليه سلطان عليها وأقوى منها يعني ما عنديش أي سوا بتوضع معها إلا أن أنا كوم بتوضع بالفعل جدا لدرجة أن أنا يعني زوجتي بتوضع معها أبالك باللي بره بيعمل معهم إيه عليه السلام فكان يتوضع عليه السلام وكان يعني يحب أن يردي زوجته اللي تزعم من حاجة يرديها وخلاص فحرم على نفسي ليه القصة دي فنزلت الآيات إزاي وإزاي بقى إزاي وإزاي إنت إزاي ترديهم أصلا وليه إنت تنزل ترديهم وإزاي هم يعني يوصلك لكده وليه يعملوا معك كده المفروض اللي هم اللي يردوك مش إنت اللي ترديهم وإزاي يعني يعملوا معك الشغل دوت ماينفعش أنت مش أي حد شغلت لما أغزي يعني شغلت شغلت ستات يعني غيرة أو بتاع ماشي ده مع أي حد انت وضعك مختلف تماما ماينفعش خالص يعملوا معك حاجة كده فنزل تأتي يا أيها النبي وليه ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك مش إنت اللي تحلوم هم اللي يقولك مش إنت اللي ترديهم هم اللي يردوك خد بالك السبت مع جزء برضو بيبقى فيه نعمل العاشم كده فما تستغربش ما يحصل منهم كده تقولش إزاي هو إزاي فعلا يعملوا كده أي أنت بتبص من ليه عليه السلام بصة غير إيه يعني غير عائشة وحفصة يعني فيه برضو حتة أنه زوجة فيه سهولة في الممكن يعمل حركة زي كده وإلا فعائشة رضي الله عنه لما قيل لا في آخر قصة بتاعتها قومي في أحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أحمده ولكني أحمد الله تعالى فابن القيم يقول فما يعني أرق هذا المقام من دلال الحبيب على حبيبي ويتعلم أنه يقبل وينها ذلك يعني خلص الشغلة أنا عارف نوعي مش حزع مني خد بالك فقال لم تحرم ماء حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله هو أفو الرحيم أنت تطلع من اليمين ده خالص وما يلزمكش أي حاجة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم والحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجي حديثا بقى حكى لهم بقى كلها أنت عملتي وعملتي وعملتي بس إيه ما أعلقاش كل حاجة قال له إيه إجمالا كده بس عشان ما يحرجهاش يعني وده من أدبه عليه الصلاة والسلام لم يستقصي يقول الكريم لا يستقصي يعني لما جاء عدبك وأنا مسمحك أصلا قال لك إيه أنت بس زعلتيني كده قلت كلمتين كده من ورايهم بس الحمد لله إيه المسامح كريم مش عود أقول لك أنت قلت وزيته وعود بقى فصص لك لا لكده أنت مش كريم كده لقيم الكريم لا يستقصي لما عدبك وقول لك كلمتين وخلاص ترى أنا مسمحك أنا مش بقى ديك فلما نبأت به وأظهره الله علي عرف بعضه أعرض عن بعض هي دي بقى إيه الكريم لا يستقصي أعرض عن بعض ما قال لك كل حاجة ربنا ربنا قال له كل حاجة بالضبط كل حصل كل كلمة ألوان بس هو لما جاء بلغهم ما قال لهمش كل حاجة أوي قال لهم أنت بس إيه الشغل ده بلغش منه فقال قال أعرض عن بعض فلما نبأها به طبعا أنت كان صدمة من نسبة الموضوع ده كان سري جدا بيني وبنحفصة وإحنا لوحدنا وابداعه وكانت خطة وكانت شعر بيها قالت من أنبأك هذا قال نبأني يا العليم والخبير وانا أي حد انت توب إلى الله انت توبه احنا عملنا إيه ناديم جريمة إزاي تعملي كده انت توب إلى الله فقد صغت قلوبكم وانت ظهر عليه عملته حاجة زكية تاني هيحصل إيه موضوع حاجة قوي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لماذا كل ده احنا نقل من كده بكتير يعني يعني احنا مش محتاجين كل ده يعني وما انزلنا على قومي من جندم من بعدي من جندم من السماء وما كنا منزلين قوم كاملين كانت إلا صايحة واحدة فإذا هم خامدون يعني احنا نقل من كده بكتير يعني يعني لا هو الموضوع مش بقدر بقدرك انتي او بقدر النبي عليه السلام مين اللي ممكن يتحرك لو بس النبي تأذى كل دول هيتحركوا كل دول مستعدين للانتقام للنبي عليه السلام الله هو جبريل والملائكة صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير شو بقى الكلام ده كله ربنا قال لهم انت لو كملتوا كده ربنا حيبدلوا أزواج تنين وبتاع القصة كبرة كل ده يعني 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 تقول موضوع بسيط لا مش بسيط 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 بانسبالك انت منت وبراتك ماشي عادي عادي ممكن تفوت لكن مقام النبي عليه السلام انت حاسس منتكلم عن مين احنا انا بحس بقى رأيدي اننا انا مش عارف الناب عليه السلام انا مش عارف انا مش قادر اتخيله انا مش قادر استوعب ايه انت مين انت مين عشان كل ده يحصل عشانك ايه ده احنا ما نعرفكش احنا نعرفش قدرك خالص احنا نعرفش يعني احنا بنسمع عنك بس احنا قابل نعزمك بس اكيد مش اللي انت تستحقه احنا اكيد بنوقرك بس اقلب كتير من انت تستحقه احنا اكيد بنعتبرك قدوة بس احنا مش متخيلين عزم هذي القدوة يمكن الانت تحسسني شوية احنا مقصرين اديه في توقير النبي عليه السلام لما ربنا يعمل كده مفروض احنا نعمل ايه ربنا غني عن النبي عليه السلام ونحنا فقراء الى هدي النبي عليه السلام ماش كده مفروض احنا بك نعمل لتحرك ازاي اشاكد انا ليه قالتلق واختم بالسورة دي والسورة دي فيها ملحة لطيف وعين ربنا لما قال ان اللي هن يتحرك مميلا تحرك قال جبريل و ايه صالح المؤمنين ما قالشو المؤمنين ان مؤمنين كتير موس تحرق وليس ينمى النبي يتقزع مميلا تحرك صالح المؤمنين بس مميلا وافرأ المؤمنين كتير وفيه ناس عادي وفيه ناس يتكبروا دماغهم وفيه ناس مهضوع بالنزال معاما جماعة ما تكبروش موضوع من جماعة فين أخلاق الإسلام والجو اللي انت فهموا ده لكل ما قاموا من مقال ده ربنا نفسه عمل كده يبه هو بيعلمنا هو المفروض ايه اللي يتعامل بمفروض في الموضوع ده الشدة على طول الشدة والحزن فيش تبطبه في الموضوع ده بالذات ده خط اسود مش احمر هنطرطب فيه ازاي فلازم يكون فيه حدة دايما في الموضوع ده ورد عنيف سريع قوي منظر الى ردود الله سبحانه وتعالى ازاي كان يعني حتى رغم الموضوع صدر مالبكر وعمر وعيشة وحفصة والصحابة كل ده كان يترد عليه رد قوي جدا وسريع ودلوقتي ولو موضوع طالع من كافر او يهودي او 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 افرود نعمل ايه لازم يكون عندنا حزن شدة في الدفاع عن البي عليه الصلاة والسلام لانهذا مقام لا ينبغي ان يوسس ومفيش مفساد أكبر من كده كله يهون بقى خلاص اننا كده خلاص بن ايه ليس لكم معذر عند ربيكم ان يخلص الى نبيكم وفيكم معين ونيه تطرف فيش بقى حاجة بعد كده اصلا خلاص ده اخر حاجة خلاص ساعد من الربيع قالها طالع ما النابت ازى يبقى انتم كده مقصرين لو كلكم موتتم مش مشكلة مستوامة ازاش عليه الصلاة والسلام صالح المؤمنين سبحان الله لذلك الادي عظيمة تبايل لك ما هو المطلوب يعني مين اللي هيتحرك ومين اللي هيتفاعل مع اذا النبي عليه الصلاة والسلام ان كنت صالحا فسنجد هذا فيك طب ما هو التفاعل المطلوب يعني منك اذا حصل ذلك لا نريد ان جرد الودود افعال دائما وانما الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد يعني هاشتاج جميل او مجرد المقاطعة وهي جيدة كل هذه بعض المظاهر المحدودة ودي هتعدي وحتفوت وهتخلص وانك مظاهر دائما وهذا المطلوب اكتر من مظاهر المحدودة وان كانت مظاهر محدودة جيدة لا شك ليه اثر ليه اثر ليه اثر بلغ احيانا نعم ليه اثر بلغ لكن نريد ما هو ما يظهر هذا الامر على الدوام من ذلك ان نقتفي اثره عليه الصلاة والسلام وان نقرأ سيرته وان ننشر ذلك في ابنائنا وفي مجتمعنا اللي في مدرسته وينشرها ولمدرس ينشرها اللي في عمله ويعلم الناس اللي في مسجد يقرأ على الناس اللي كل ما لهم انبر ويقطري فيه ينشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفعل ذلك فليس شيء اغيظ على الكفار من ان يروا يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حريصين على هدية عليه الصلاة والسلام. وانت ترى ما يفعله الحجاب في فرنسا. هو اشد عليهم من القنابل. امرأة محجبة فقد تصير معتزة بحجابها في فرنسا. يظهر عليها الحجاب الاسلامي الكامل واضح. فضلا عن نقاب يعني ده مجرد الحجاب بس. النقاب طبعا يعني نادر. هناك وممنوع في اغلب الاماكن. هبالك ده محجبة بس. محجبة بس مش منتخب الكناب. مجرد بس المنظر ده يعني بيقتلهم. عشان بعض الناس يقول لك يعني انت بتعود تقول لتباعي براس المهدين حاجات بتعمل ايه? بيتموتوا خالص. تقتلوا. يشوف واحد باين عليه هدي السنة كده. يشوف واحد بيقرأ السيرة. يشوف واحد ماسك كتب اهل الاسلام. يشوف واحدة محجبة ماشية. ممكن يقتلها من كتر الغيز. انت مش بتخيله وبيتغزط ده الموضوع ده. عشان متخيل ده نصرة كبيرة ده. انت تعرف نصر ايه ما تشوفه هو احساسه بالزل والمهانة والهزيمة قدامك عشان انت بس ملتزم بهدي ايه ما عليه السلام. انك انت يعني تتشن حملة على لاعب عشان رفض يشرب خمرة. في حفلة وفي كرة يعني هو اصلا لعيب كرة مش يعني مش داعية يعني. جرد لعيب كرة مثلا اتعرض عليه خمر في حفلة فقال لا انا مسلم باشربش خمر. الدنيا بتتقلب. الصحافة بتتكلم عليه اسبوع. ليه يرفض يشرب خمرة. اشرب ما يشربها عادي. هو يحصل. ايه الموضوع? واعدة قلت له اخوة اخد كوباية قصر قال لك لما عندي السكر. ممكن ما باقي عدي. لكن مش مشكلة عندك السكر ولا قصر مش مهم. لكن الخمرة دي لها معنى عندهم. انت بتظهر اسلامك. انت بتعتزد دينك. لازم تشرب الخمر. لو كان رفض عصير بورتقان ما كانش تكلمه. لو كان رفض ايه حاجة تشكلمه. لكن ترفض تشرب خمر. ده ازهار لدينك. رغم يمكن اللعيب ده ما عندوش اصلا اي حاجة مظاهر الدين. يعني تذكر. الا ان هو في يوم الاهم قال مش عايز اشرب خمر. واي حد ادنى مسلم بيرفض شرب الخمر. يعني تخيل او عمل ده اصلا يعمله اقل مسلم. ما عملش حاجة للفظيع ايه. هو اقل مسلم حيرفض الشرب الخمر طبعا. زبانه الموضوع ده كبير اوي. ليه. ان واحد رفض يصافح مسلا امرأة. محبش صافح مع النساء. انك تصيبها كبيرة. ممثل يقول لك او طلعش ان ستات عريانين عندي في المسلسلة بتاع. او ممثل اصلا ما هو بك ابي يمثل. بس او يقول لك لأ انا احب الفن الهدف. تتشن عليه حاملة رهيبة جدا. في الغرب وجوه وبره وكل حاجة. انت ازاي انت مش مش ماشي معانا في الكوكب. الميو الشرعي. ميو. يعني هي اصلا نفسها ميو. ونزل البحر. قدام الرجالة. يعني كنت اعملت حيات كتير غلط. بس ايه. مستور شوية. مغطي جسمها حتى لو ديق. لا. ما ينفعش. مفعش يبقى مغطي شعرك. اتقلب الدنيا. عن الموضوع دوت. طفلة. عندي قد ما اشرف سنة نفسها شرب اللي هو ماشي حالك اللي هو بتاع العيال دوت يعني. يتعمل قانون في فرنسا. عشان يتمنع الاشارب بتاع العيلة الزغيرة دي ان هي يدخش به المدرسة. احترام القواعد الفرنسية والكلام ده. ايه. انت تقول ايه الموضوع التفها اللي انت قلينها. ده. الموضوع مش تفها خالص. مش كلا ما اقولك انك انت تمسك بهدي النبي عليه السلام. ان انت تنشر السنة. تنشر السيرة. انك انت تتوب الى الله من المعاصي. دي مصيبة بالنسبان. دي نصرة كبيرة جدا للمنهج. ان انت تعتز بذلك. ان انت تظهره. انت لا تستحي من ذلك. لا يكن في صدرك حرج منهم. لتنزر بيها وذكر المؤمنين. ان انت تعتز بدينك جوه مصر وبرا مصر. اي حد يشوفك يعرف انك مسلم على طول. سهل سلوكك. انت بلك. فدي دي من اهم الاشياء. اللي هيتوب من انكم من شرب سجال. هيتوب من العادة السيئة. اللي هيتوب من الكلام مع البنات. اللي هي ربي لحيته. ويجب بقى سنة مستحب. الكلام ده مش موضوعي. احنا بنظهر دلوقت. احنا بنعتز. احنا بنظهر النبي عليه السلام. لو كان اقل مستحب حعمله. ان انا لا بتتكلم في الدنيا. انا بتكلمش احكام. انا بتكلم ان انا دوقتي هتحول الى باحث عن هادي النبي عليه السلام. في كل صغيرة وكبيرة. لن ادعى ذكرا ولا هديا ولا فعلا فعله الا اظهروا وادعوا لي. واعرفوا ضدها. ولو جلست بان قوم يأكلون بالشمال مسلا على باب الزوخ والاتيكيت اقول لا لا ارضى لكم بذلك. ولازم تاكلوا بل مين? وهدي هادي النبي عليه السلام تعتزوا به. ما تتفعلون? تأكلوا مثل الفرنسيين? ماين عقولكم? كون يا اخي باليمين? دعكة من الصدوق دعك من الاتكيت هادا تخريف نحن متعلقين بها. تظهر هادي النبي عليه السلام. فرح الناس. الناس كلها تقتدي بيك. تبقى اعلنت السنة. من ذلك ان يعني تربي ابنائك على ذلك. وتنشر ذلك فيه. وصرتك. ان تتعمد الكلام عنه في كل مكان. بس تبقى خفيف يعني تتخول الناس بالموعظ اللوة يعني كل فترة كده تتكلموا عن النبي عليه السلام. في الشغل في المواصلات في بيتك في زيارة عائلية. اه ان يعني تقام الابحاث. تعمل مسابقة في المسجد بين الشباب. مين ليك تباحث عن رحمة النبي عليه السلام. نعمل علم جواز كبيرة عشان نستتحمس. نعمل حاجة زي كده في الفصول لمدرس يعملها كده في الفصل. مدرس في حلقة في الدرس بتاعه حتى يقول للطلبة هعملوك مسابقة وكده هتدي له وتركتين زيادة. وهكذا. تمام? اتعمل معارض مدرسية. اتعمل مسابقات لحفظ السنة. مسابقة في المنطقة الحفظ العربين نوعية. مسابقة لحفظ الخمسين الرجابية. مسابقة لحفظ مئة حديث قصير. تمام? اتعمل مسابقة والجايزة الأولى الف جنيه والجايزة التانية سبعمية خمسمية. اعملوا بيزة يستحق. هذا الامر يستحق ان ننشر هدي النبي عليه السلام. لو طلعت بمية واحد حفظوا مية حديث ما شاء الله. هذه نصر عظيمة للنبي عليه السلام. فانا ادعوكم الى احياء هذه الامثال هذه المسابقات. كل ما له ممبر يمكن ان ادعو به الى الله. سواء كان كاتب صحفي او عنده قناة على اليوتيوب او عنده مثلا يعني مؤثر في اي مكان اللي يقدر يشتغل في دعوة غير المسلمين في ترجمة الكتب. معك لغة. اشتغل في ترجمة الكتب. اشتغل في تواصل مع المؤسسات الناجحة في دعوة غير المسلمين. قدم خدمتك لهم. قدم خدمتك لهم ويشترك معهم. ويعرف بيتعاملوا ازاي مع غير المسلمين. وتعلم الصنعة زي ما اقول ما دي صنعة. عشان بتعلمها مش اي حد يدخل المجال دوت. وإلا فليه شبهاته وليه مجالاته وليه قصصه وحداويته. تعلم مع واحد مسلم جديد اجنبي وبيفكر ازاي. ده هي بتدرسها. تمام? فحتتعلم ازاي اتكلم هؤلاء. ازاي تدعوم الى الله. لما انت تكون في مصر هنا كنت سبب في اسلام عشر عشرين في فرنسا. ما اجمل هذا يعني. بفضل عن سائر بلاد سائر بلاد العالم. في حال كتير التعامل. ليس فقط مجرد الهاشتاج او المقاطع وان كان ده شيء طيب. لكن امر اعظم من ذلك. وفي عاجات يعني طويلة المدرة اللي هو معاه كان عفضل ان تقل منك لغاية مموت. اللي هي ايه اغلب الحياة اللي اللي ذكرناها. ولا شك ان من هذا ايضا كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه تعالى ان اجمعنا به عليه الصلاة والسلام في جنات العين. وصلى الله وصلى مبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم ربنا محمد. اشتركوا في القناة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين.